دقائق على موجة قصيرة طولها أربعون مترا فاصل تسعة أي بذبذبة قدرها سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون كيلوهام ثم ينتقل البث من ساعة الثامنة ليلا إلى منتصف الليل وعشر دقائق على موجة قصيرة طولها أربعون مترا فاصل أربعة وثمانين أي بذبذبة قدرها سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون كيلوهام وباتجاه الشرق الأوسط يكون البث من الساعة الرابعة فجرا إلى سادسة وعشر دقائق صباحا ومن الساعة الخامسة بعد الظهر إلى التاسعة وعشر دقائق ليلا على موجة قصيرة طولها ثلاثون مترا فاصل خمسة وثمانين أي بذبذبة قدرها تسعة آلاف وثبعمائة وخمسة وعشرون كيلوهام ويتحول هذا البث من الساعة الرابعة صباحا إلى سادسة صباحا وعشر دقائق ومن الخامسة مساء إلى التاسعة ليلا وعشر دقائق إلى موجة قصيرة طولها أربعة وعشرون مترا فاصل تسعة وتسعين أي بذبذبة قدرها إثنى عشر ألفا وخمسة كيلوهام وباتجاه أوروبا الغربية يكون البث من الساعة السادسة مساء إلى العاشر ليلا وعشر دقائق على موجة قصيرة طولها واشد وأربعون مترا فاصل اثنين وخمسين أي بذبذبة قدرها سبعة آلاف ومئتان وخمسة وعشرون كيلوهام ومن الساعة الخامسة صباحا إلى السابع ونصف صباحا على موجة قصيرة طولها واشد وأربعون مترا فاصل ثلاثة وعشرين أي بذبذبة قدرها سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون كيلوهام مستمعين في المغرب العربي وشرق الأوسط وأوروبا الغربية نرجو لكم أكيب الأوقات مع الإذاعة الوطنية التونسية في بثها على الموجات القصيرة وعلى بقية الموجات العاملة وعلى موقع الإذاعة التونسية على شبكة الانترنت اشتركوا في القناة حين تركي صفن الليل في فضاء الزكريات وتبسط شرائعها قلما للكلم والكلمات فتجود عسرا وتذيء بدرا هكذا غن للليالي الصهر هكذا قال للنشون القمر